السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. برحب بكل المشتركين معايا في القناة. وبرحب بالمشتركين الجداج معايا في القناة. بشكركم على التعليقات. النهاردة قراءة عاطفية لموليد برج ستور. من دلوقتي نبدأ برج ستور. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا برج ستور. برج ستور في الفترة الاولى من القراءة. المدة اللي احنا قلناها. بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين. هيكون هندقوا في الفترة دي يعني الناحية العاطفية هتكون جيدة وفي تفاهم مع الشريك. ده بالنسبة للمرتبطين وللمتزوجين. اه لكن يا برج سور التارد بيحذرك في الفترة دي من العناد. لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلغبط كل ده. يعني ممكن تلغبط التفاهم والحب. هيكون عندك شوية عينات كده. اه تخلي بالك منهم. اه شايفة في حب وتفاهم من الطرفين. اه ممكن برج سور يعني تفق امور اه اه انت تسهمها غلط في امور كتير انت تسهمها غلط. او تكون اه ردود افعيلة مش اه مش ملأم للموقف يعني مش على قد الموقف. او غير الموقف خالص يعني ردود افعيلة. اما الغير مرتبطين الفترة الاولى من القراءة. بالمدة الاولى. برضو مناسبة جدا عندك للحب. وفي عندكو احتمال كبير مقابلة في الشخط المناتب. يعني شايفة فترة جاية ان شاء الله فيها ارتباط وحبه متبادل. عندك فترة جاية جميلة جدا يا برج ستور. طب نشوف الطاقات الموجودة كده معنا. في طاقات ترابية طبعا طاقتك. شايفة كمان العزراء. طاقة ترابية تانية جيرك. وفي طاقات مائية ونارية كمان. طيب يلا نشوف حكاية الستور مع الابراج دي. اه. مع الطاقات الموجودة يعني في الاول عايز اقول ان شايفك يا برج ستور مركز اكتر حاجة على الناحية العملية. اه. حابت تطور من نفسك على المستوى العملي. وشايفةك بتفكر في يعني انك بتوصل لدرجات اعلى او او شايفك كمان بتتكر في شغلك. يعني عندك افكار كتير الجديدة وبتسعى لتحقيقها. عايز تحققها عايز تنفذها. ممكن في الفترة دي تلاقي ناس كمان تحاول تقلل من حماسك ده. يعني شايفك متحمس جدا وشايفة فيه اشخاص بيحاولوا يقللوا من الحماس ده. بس شايفك مصمم عارف انت بتعمل ايه وعايز توصل لايه. وطبعا بالتوفيق اه لكل مواليد برج ستور. النحية العاطفية شايفة اه عند مواليد برج ستور شايفة انفصال وشايفة انتظار. عندك طاقة انتظار يا برج ستور. اه بعدوكو عايش حالة من القلق والانتظار بعد الانفصال. بعضوكو لسه متعلق بالشريك يعني لسه فيه تعلق شديد جدا وده سبب الانتظار اللي انت فيه. يعني لسه بتحبه ولسه مستنيه يرجع. يعني رغم انك مش بتظهر ده. يعني شايفة مش بتظهر ده على اقل اللي حواليك. شايفة فيش طياء وحنين من الطرفين يا برج ستور. يعني عند بعضوكو الحبيب برضو تعبين وبيفكر فيك بالتمرار. بيفكر كمان آآ يعني الظاهر هنا عندي بيفكر كمان في كل حاجة وصلت العلاقة للوضع ده. عايش فترة تذكير وحساب للنفس. يعني شايفة بيحسب نفسه وبيحسبك انت كمان بيحسبك بينه وبين نفسه. يعني كأنه كأنه بيعطبك او بيلومك. هو سعبين جدا. بس رغم كل تعبه ده انا شايفان مش عايز يتكلم في الفترة دي. بعضوكو اتقفل الاتصال من ناحيته. بس هكمل الكراءة كده واسحب كروت اشوف هي. هيعمل ايه? او هتروح لفين العلاقة? بس تشايفة في بعضوكو في الاتصال اتقفل تماما. عشان كمان في كمان آآ شايفة عند بعضوكو محكمة. شايفة محكمة والطرف التاني آآ عند بعضوكو داخل على حاجة جديدة او بيعمل حاجة جديدة. بصوا شوفوا بقى. هو فيه نسبة كبيرة جدا في رجوع للشريك. بس مطلوب منك يا برج ستور تبعد القلق والتوتر عن حياتك وتفكيرك. يعني آآ مطلوب منك تكون ايجابي. عندك افكار سلبية كتير. عندك آآ جواك فيه خوف وقلق كده وتوتر. اغلب الوقت. يعني اغلب اوقات يومك عايشها كده. ما بتنامش كويس خالص. آآ يعني انا بصمنت برج ستور فيه عندك تغيرات كتير ايجابية. يعني انت داخل عليها في الفترة اللي جاية دي. آآ وموفق بإذن الله في اغلب امور حياتك. آآ وانت اصلا فلكيا يا برج ستور في شهر مايو هيكون بنسبلك يعني بداية كل حاجة حلوة. وانهيت كل سيء من حياتك. يعني عزاكم تتفقلوا وتستقبلوا كده اللي جاي بس بس زي ما بقول دايما في الفترة اللي بلاقيها كده وهي عندها حاجات حلوة كير جاية. آآ افتحوا منافس الصاقة عندكم. شايف عندك حزوز كتير يا برج ستور. آآ وعندك آآ يعني تدخلات اللي هي في امور في بعض امور حياتك. يعني بعد ما عاشت فترة كبيرة في عندك ركود الحياة وقفة كده وتأجيل. حصل عندك تأجيل في حاجات كتير وحاجات كتير وقفت وتعصلت عندك. عندك فترة جاية آآ رائعة صراحة. في انطلاقات جديدة وتبيرة. آآ شايف عندك يا برج السور كمان استصالات. فيها هيحصل استصالات في الفترة القريبة اللي جاية ولقاءات كلها يعني مبشرة بالخير. في لقاءات منها هتكون آآ يعني آآ آآ فيها شوية كلام بس مش آآ بس مش هيكون بشكل سيء قوي يعني آآ يعني هيحصل فيه لقاءات هيحصل فيها الاول آآ كلام كده مشدد كده على خفيف. بس آآ هتتحل الامور بسرعة ان شاء الله كلها اتصالات ولقاءات آآ كويسة بالنسبة لك يا برج السور. برج السور والعاطفة آآ يعني شايفة كمان عندكم بعض مواليد برج السور آآ في الفترة اللي فاتت دي اتعارك كتير لخزلان. فشل متتالي في علاقات. يعني شايفة في علاقات كتير مرت بحياة برج السور محصلش فيها اي اي نجاح. يعني كلها علاقات كتير شايفة فيها انتصال يعني كلها برج السور متوفقش فيها. شايفة كمان مشاكل داخلية ممكن تكون مع الاهل. بعدكم عندو مشاكل كمان مع الاهل. آآ قلبك قعد لفترة يا برج السور مكسور. ولسه حاسس بدا لحد دلوقتي. يعني هو الكسر اللي في قلبك ده انت لسه حاسس لحد دلوقتي. آآ آآ نسبة كبيرة في رجوع مع ابراج آآ نارية. ان شاء الله يا رب. وهيحصل تواصل في الفترة اللي جاية دي. شايفك يا برج السور انت اتعلمت. انت كمان اتعلمت كتير قوي يعني شايفك قعد آآ 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 كنت تعبين وآآ كنت بتعاني بس في نفس الوقت هي كانت فترة تعليم بالنسبة لك. كل اللي مر في حياتك ده من تعب يعني آآ كان آآ هو علمك حاجات كتير. وعشان كده انت هترجع بشكل افضل. يعني سواء حياتك عموما او حياتك مع الثرف التاني انتو هترجعوا بشكل افضل لاني شايفك اتعلمت حاجات كتير وبقيت شايف الامور بشكل اوضح. يعني حسبت نفسك كتير برغم زعلك من الثرف التاني انت كمان في الفترة دي انت كنت بتحاسب نفسك. يعني كنت بتفكر حاجات انت كمان بتعملها وبتحاسب نفسك عليها. عرفت الاخطاء دي كلها اللي كانت بتلغبط الدنيا عندك دايما اكيد ده كان المقصود من كل اللي حصل يعني انك بتتعلم. وده بيبقى المقصود على فكرة من كل اللي بيحصل في حياتنا. يعني اي حاجة بنشوفها فيقة في حياتنا هي المقصود منها سعلا ان احنا نتعلم. يعني زي ما بيقولوا محدش بيتعلم بسهولة او ببلاش. بنتعلم بندفع ثمن كبير قوي. بس في الاخر المهم ان احنا نتعلم من كل اللي حصل لنا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها? ايه اللي نعمله? ايه اللي ما نعملوش? ده حصل لك في الفترة دي. كمان او او وصلك لانك تعرف وضع كل شخص في حياتك. انت شكلك كان فيه نس بتدخل في حياتك? او كان فيه كلام عن حياتك بتقولوا الاشخاص او 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 ا فعلا اهو يعني الكارث اللي تلقى لك تاني انت انت محتاج انك اي حد عملك وضع او تسبب لك الم يعني واتخدعت منه اه في الفترة اللي جاية انت تطلعه من دماغك ومن حياتك اي حد تسبب في كل حاجة انت مريت بيها او ممكن تكون انت بتفكر في كده فعلا وده علشان تقدر تستقر يعني تقدر تشوف باقي جوانب حياتك بايجابية لان انت كمان يا برج السور زعلت ناس عزيزة عليك في الفترة اللي فاتتت بعضكم زعل ناس عزيزة عليك في الفترة دي اه وهي اصلا كانت فاترة توصر في حياتك لازم تحاول تصلح ده في علاقات يا برج السور انت محتاج تصلحها وتشوف الايجابي فيها شايف عندك استعداد شايفك مستعد في الفترة دي انك تبدأ وتعمل كده انك تصلح في علاقات محتاج انك تصلحها شايفك مستعد في الفترة دي انك تصلح حاجات كتير ازاك لو في حد غالي عندك او عزيز كده انت مزعله لازم تصلح ده معي شايفة القراءة ايجابية وفي تطور كبير اوي في اه اه في معظم امور حياتك ان شاء الله فترة جاية يعني اكتر من رائعة بصراحة الاشخاص اللي اتعرضوا لخيانة اه اه سامح يا برج السور لان شايفة عند البعض الحبيب ندمان جدا عند بعضكم شايفة فيه ندم كبير جدا قلبه موجوع عليك اكتر من نفسه آآ فممكن العلاقات اللي زي دي لو برج السور عايز هترجع هترجع بالا بالا بالتسامح يعني هي ما فيهاش اي مشكلة غير ان برج السور يسامح آآ شايفة المرتبطين حياتهم فيها حب ونوعا ما مستقرة آآ بس شايفة ان ممكن تكون فيه مشاكل مادية بتقابل آآ الصرف التاني يعني وصلته لصعب نفسي وصعب عضوي كمان يعني بقى مكتئب بالصرف التاني عندك يا برج السور الحبيب آآ الزوج كده فيه مشاكل مادية بيعاني منها وهو تعبان جدا بسبب كده بسبب الضغوط بس شايفة لها فيها حل قريب ان شاء الله آآ 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 وشايفة المنفصلين عندهم آآ نسبة رجوع بعد درس بعد درس اتعلمتوه انتو والشريك يعني شايفة انا كان المقصود من كل اللي حصل معيكو او في حياتكو ده شايفة كان درس قوي جدا آآ ليه بقول درس سوري آآ درس لان انا شايفكو آآ آآ انت بتحاسب نفسك وهو بيحاسب نفسه وبتبص على امور كتير ثاني في حياتكو وبتبص على الناس حواليكو بتبص على الناس انتو دخلتوهم في حياتكو آآ تفكيركو آآ مش بس في العلاقة وبس عايزين نرجع تفكيركو ايه اللي وصل العلاقة لكده آآ وبعد التفكير ده انتو لما ترجعوا لبعض آآ كل الحاجات الغلص اللي كنت بتعملوها قبل كده مش هتعملوها تاني يعني هو ده اللي انتو نويين عليه آآ ربنا يوفق الجميع ان شاء الله كمان الغير مرتبطين آآ زي ما قلت بفترة عاطفية جميلة جاية وفي مقابلة للشريك مناسب ان شاء الله هيكون فيها حب متبادل آآ 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 تانية هو وعلى فكرة انتو عندكو برضو دي آآ شفتها في التوقعات الفلاكية آآ افتكرتها دلوقتي انتو فعلا في بعضكو هتكون آآ الحب اللي انت هتقابله واحتميل تكون قابلته كمان آآ هيكون جنسية مختلفة عنك يا برج الصورة يعني بعضكو الحب اللي عنده هيكون الثرف الثاني انت بلد وهو بلد ثاني آآ شهر موفق ان شاء الله موفقين ان شاء الله آآ مستنية علاقاتكو آآ ما تنتوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو الفيديو عذابكو آآ حسنا يا برج الصورة اشتراك في القناة والشير لو الفيديو عذابكو آآ اشتراك في القناة والشير لو الفيديو عذابكو آآ شكراً لكم